السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة باغا دي ديوغو كنتمنا تكونوا بخير وعلى خير اليوم غادي نشوفوا طبق فريد من نوعه اللي هو سباكيتي ببيتزا يعني سباكيتي بمداق البيتزا فعواد ما نحضرو عجين الاساس ديالبيتزا غادي نعوضوه بسباكيتي وفلاقار نيتوح كنديرو اللي موجود عندنا تون كفتا صوسيس اللي متوفر ماشي مشكل والنتيجة كتكون رائعة كيجي هالطبق لديد بزاف كيعجب الكبار الصغار الى عجبتكم الوصفة كالعادة متنسوش تديروا لايك ولكنتو اول مرة كتزوروا القناة وعجبوكم الوصفات مرحبا بكم اشتركوا ومتنسوش تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير هال المقادير اللي غا نعطيكم وغادي نستعملوا معها 300 قرام ديالسباكيتي غادي نحتاجوكا مرحلة اولا ثلاثة الحبات ديال البيض فص ديال تومة غا نحكوه في حكا كرقيقة ومعلقة كبيرة ديال زعتر يابس وشوية ديال الملحة سنحولي مصورتش الملحة وجوبن محكوه كيميا حسب الرغبة وكاس ديال حليب سائل كاس ديال شي عادي كاس صغير غادي نخلطو هاد المكونات كلها مع هذا الجوبن غادي نحصفضو بكميا باش نرشوها فوق الوجه ديالبيتزا غادي ناخدو ايناء نوضعو فيه البيض تومة محكوه كاس زعتر يابس والملحة والحليب سمحو لي اما صورتش الملحة والحليب وانا كنضيفهم وغادي نضيفو كدلي كيميا ديال الجوبن ممشور وغادي نحتفضو بالباقي باش نرشوه فالوجه ديالسباكيتي او البيتزا غادي نخلطو مزيان هاد المكونات بطراب يداوي حتى تندمج ثم غادي ناخدو 300 جرام ديالسباكيتي غادي نسلقوها فالماء وشوية دياللملحة وشوية ديالزيتون نصفيوها من بعد ما طيب نصفيوها من المام زيان نخلي واحد تتقطر ثم غنضيفوها على خليط اللي حدرنا ونخلطو مزيان ثم غادي ناخدو قلب لكي يدخل الفرن او بيغاكس غادي ندحنوه بشوية ديالزيتون وغادي نصبو الخليط ديالنا في القلب ونخليوه جانبا وغادي نحتاجو الباقي المكونات اللي غادي نكملو بها طبق ديالنا غادي نحتاجو العلبة ديالتون ليصفيناها من الزيت وشوية ديالشامبينيو انا قطعتو شرائح وشحرتو في شوية ديالزيت وفي الفلام قطعة كذلك شرائح وزيتون وصلصة ديالطماطم هنا في هادلا قغنيتو ممكن تستعملو اللي موجود عندكم و اللي بغيتو غير هو ضروري من صلصة ديالطماطم غادي نوزعو الصلصة فوق سباكيتي كيما كتشوفو ثم غادي نضيفو طون نفتوه بيدينا نوزعوها لسطح كلو فوق سلصة ديالطماطم ثم غادي نضيفو الشرائح ديال الفلفل انا هنا خليت الشرائح طريين ما شحرتو مش في الزيت ممكن اللي بغي شحرهم في الزيت قبل ما يضيفهم غادي نوزعوهم على الطبق كلو ثم غادي نضيفو شومبينيو شومبينيو كيبقى اختياري ممكن استغناء عليه وغادي نضيفو الزيتون اللي حيدنا له العدم وقسمناه على جوج واخيرا غادي نرشولو جهة ديال الطبق ديالنا بالجبن مبشور وغادي ندخلوها الفران اللي يكون سخون من قبل ونخليه حتي طيب فهو ما كياخدش وقت كتير فكل شي طيب غادي ندخلوه غير الوقت اللي يطيب لنا البيض ويدوب الجبن صفي وغادي نقدمو الطبق ديالنا بصحة وراحة هذا هو الشكل النهائي ديالو كانت منها الوصفة تعجبكم وتجربوها شكرا على المتابعة وإلى اللقاء مع وصفة جديدة